العلامات السينما المصري. اللي في المصرية بس والعالمية كمان. ثم بعد كده دخل شوية اكتر في السياسة. الارض بعد كده. تقريبا يعني ليه فترات كده ليه. اه. ليه فترات. انا فاكرة انا اشتغلت معا اول فيلم اشتغلت معا كان عودة الابن الضال. اه. دي كانت بعد النكسة. اه بعد الواكسة اه. بعد الواكسة. اه. ما كان عامل برضه بها العصفور. اه. العصفور كان بعد بعد الابن الضال. لا قبله طبعا. قبله وبعد كده عودة الابن الضال بقى راجع بقى طبعا واكتشف الاكتشاف الجميل بتاعة مجد الرومي. اشتغلت بقى في عودة الابن الضال مع يوسف شهين. اه. يعني كان اول عمل ليك تشتغلي مع يوسف شهين ولا اول عمل على الاطلاق لأسماء البكري? لا اه كمساعدة. كمساعدة. لا كنت اشتغلت ابلي كده مع سعد عرفة لارحمه وكان المدير التصوير عبدالعزيز فاهمي. اه كان فيلم اه خرباء. وبعد كده يعني اشتغلت مديرة انتج في حاجات تانية. اعتقد اه. اعتقد يا اسزا اسماء انا معاك يا نور. اه. الكلام الجميل اللي اسمعناه من شوية وهذه الزكريات الجميلة جدا. ونتكلم من بداية الحلقة عن يوسف شهين. هذا الراحل العظيم اللي اسر السينما المصرية والسينما العربية والسينما العالمية كمان في نفس الوقت. اعتقد انه من اهم احلامه انه كان يشوف اه. اه. نتاج اه. 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 تجربته ونتاج اه. اه. تجربة السينما المصرية في هذا الشباب الواعد. اللي اه. اه. بالتأكيد هو اللي هي هيقود المسيرة بتاعت السينما. احنا معنا اتنين من المخرجات اللي الشابات اه. اه. اخرجنا اه. اه. افلام تسجيلية مدتها دقيقة واحدة. عارفة. ادي صعوبة المسألة. اعتقد انها كانت صعبة جدا. انا هسألها. هسألهم عن تجربتهم. هي تجربة كانت اه. يعني تجربة مشتركة ما بين مصر واسبانيا. ومعنا هويدة كامل. ونغم عثمان. والورشة كانت بعنوان رسائل بين النساء. اهلا بيك يا هويدة من ورانا النهاردة. اهلا بيك. صعبة جدا الحدوتة. اه. في اعتقادي الشخصي مش عارفة. هي يعني. انا عن شخصيا مثلا كنت متعودة من زمان ان انا كتب كصص قصيرة. فلاقيتها فرصة ظريفة انه هو انه تبقى حاجة في جوال. وهو ده الاكثر رواجا. اه. لأ يعني انا بشوف ان السينما مش صحيح انها في تدهور. لكن هي في ازمة. يعني ناس دايما يقولك العصر الزهبي. الحاجات كده. دايما زمان كان احسن. وعلى فكرة في كل المجالات دايما نقول كده. دايما زمان. نتحصر على ايام زمان. اه. بقى رجريد التلاتينات والعشرينات. بلاقيهم برضو بيتكلموا على ايام زمان. يعني كل عصر دايما بيتكلم على الفائت. على الماضي التليد دايما. والفات كان احسن. وماضينا كان احسن. اه. انا شايفها مش فكرة مزبوطة قوي. اه. لا السينما المصرية اه. بخير. اه. وكل عصر وفيه مبدعينه من كل العناصر. سواء مسيرين. سواء مخرجين. سواء في كل عصر. لكن السينما بتمر بازمة. نظرا العوامل كثيرة. اهمها تخلي الدولة عن دورها تجاه السينما. ده اه اعتقد ان هو بيت القصيد. يعني طبعا في في اسباب كثيرة جدا منها تقسير صناعة السينما نفسهم. استسهال صناعة السينما بالمكسب السريع. جنوحهم للافلام التجارية التي تدرك. مش بقولك انا لسه اوصل فما قفلتش التليفونات. ولا عملت حاجة. ديني بقى ثانية اقفل بس التليفونات كزا. انا عايزين نستثمر وقت حضرتك بسرعة. يا اساس خالد. نعم. على السلام الاول. الله يسلمك. براحتك خالص. انا عايز اقفل بس التليفونات. اه على مهلك خالص. بمناسبة الكلام الجميل اللي حاجة بتتكلم عنه اللي هو تقديس الماضي دوت. طول الوقت الناس تقول يا ايام زمان دي كانت ايام خير والبيضة كانت مش عارف بتعريفة والكلام الكتير اللي بتقال دوت في هذا السياق. اعتقد انه انا باتفق معك في رؤيتك انه هو لحد كبير مش مزبوط. كل عصر بيبقى ليه مبدعين وكل عصر ليه. ولكن بنشعر انه مع مع الوقت هؤلاء المبدعين اولا عددهم بيقل ثانيا حجم ابداعهم نفسه بالمقارنة فعليا مع الابداع القديم بيبقى اقل جودة اقل كفاءة اقل وصولا للناس في شبه انعزال ما بينه وما بين المتلقي بشكل عام. وده اللي بيحصل في السينما المصرية دلوقتي في الفترة الحالية انه ادقي السينما من وجهة نظر الكثيرين لا تقدم المجتمع المصري بالشكل الامسل لا تقدم المجتمع المصري بصورته الحقيقية يا اما يا اما يا اما تحت خالص اللي هو اه اعرف طبعا اه يعني انا مش عايز اقول حين ويسرها يا اما اه افلام الفلال والاصور والكلام اللي هو مش موجود اصلا فعند الناس يعني والناس بتفرج فين ده ده مش في مصر ليه ده انا بس عايز اه اكمل حاجة وبعدين ارجع لسؤال حضرتك لان كنت لازم اكمل فكرة اقطعني التليفون فيها اه عايز اكمل ان اه فيه تقصير من صناع السينما الازمة السينما اسبابها كثيرة جدا اه تقصير من جانبنا احنا ولا ابرق نفسي مفيش مشكلة لكن انا رأيي السبب الاساسي هو تخلي الدولة عن دورها اللي مفروض تقوم بيه بمعنى ان الدولة اه كانت في ايديها كل اه ادوات الانتاج بتاعة السينما وادوات الانتاج دي معروفة انها اه معامل المكساج معامل الصوت معامل الصورة اه الاستوديوهات كل الحاجات دي كلها كانت في ايدي الدولة اه فجأة الدولة قالت اه مش عارف ليه كده حست انها في تقل كده عليها فبدأت تتحرر منها وما عملتش زي اه الدولة ولا وزارة الثقافة الدولة بشكل عام لانها اه الدولة الدولة بشكل عام لانها اه اه وزعت دمها بين القبائل قررت ان تسبح السينما وتوزع دمها بين القبائل وتخلي شوية تلاقي حاجة غريبة جدا تلاقي اه فيه استوديوهات تابعة لوزارة الاستثمار وفي اه بلاتوهات تابعة الوزارة السياحة وفيه شركة اسمها شركة الصوت والدق والسينما وفيه شركة اسمها شركة الاستثمارات والسياحة والسينما يعني ليه بقى لان اه ادوات الانتاج الاساسية توزعت ما بين وزارة قطاع الاعمال لما عمل وزارة قطاع الاعمال وما بين وزارة الثقافة وما بين وزارة الاعلام فهتلاقي عشان تاخد قرار حقيقي ينهض بصناعة السينما انت محتاج تعمل اجتماع مجلس وزراء ما انتاش هتتوجه الوزير انت تتوجه الاربخ خمس وزراء يتكلموا في هذا الشأن وكلهم عندهم اعباء صخيلة جدا في مهامهم الاساسية فمعتبرين ان هذا الحمل الجديد اللي الدولة حملتهم به حاجة تفهى بالنسبة لمسؤوليتهم الكبيرة وبالتالي ما بيهتموش بيها وباتت السينما بلا اب شرعي وبلا سند يعني تمت خسخصة السينما زي القطاع العام كان ياريتها خسخصوها ياريتها لا خسخصوها ولا ما خسخصوهاش يعني هو وزعه ادوات الانتاج ما بين القطاعات المختلفة والوزارات المختلفة وعشان تعمل لو انت فكرت كصناع السينما عايزين نعمل قرار مثلا نهوض بالسينما عن طريق نعمل صندوق دعم السينما مثلا ياخد واحد في المية من تذكرت السينما نحطه في صندوق دعم السينما فنعمل افلام مثلا تنتجها اي اطراع عشان تعمل القرار عشان تناقش ده هي موجودة بتتاخد من التذكرة بتتاخد بس مش شايفين نسبة مش عارفة ايه لدعم السينما يعني ما ما بتروحش انا بتصب فين بلد انا اصد هنا الفكرة بتروح لسندوق تنمية الثقافية تنمية الثقافية اه والسينما ما بتستفدش بمنليم منها رغم اراد هذا السندوق اغلبه من السينما ما اقصده يا سيد جمال بسي انا ما اقصده ان لو عايز تعمل القرار زي ده تقول طب الفلوس دي فين طب نعمل كذا طب نطلع منها ونعمل افلام هتلاقي نفسك انت عندك اربا خمس وزارات معانيين لازم تتكلم معاهم ويقول لك ده انا عندي جهاز المركزي لازم بيحسبني وانا عندي وتبصت لقي البيروقراطية في الحكاية وتموت اي مشروع انت عايز تعمله اوطانها بس رغم كل ده خالد يوسف قدر يعمل انجاز وعمل مشروع سينمائي متميز جدا وافلام يعني جمدة اقوى من الاحزاب الاحزاب ايه يعني ايه بتقعد تكافح بتقعد تقول ان فيه فقر وفيه عشوائيات وفيه مشاكل وفيه فجوة بين الاغنياء والفقراء ومحدش اواخد باله دي نقطة مهمة فلما عمل بقى حينما يصرها مثلا وهي فوضى والافلام دي نبهوا من لأ المجتمع فيه حاجات تانية صحيح فهو عند من تقدر تتعمل حاجة ادت تنتج او افلام وتعمل معادلة صعبة بين الشباك والقيمة الفنية يعني مش قصة مشكلة مؤسسات زي ما حضرك اشرت والحكومة ومشكلة افراد ايضا يعني لما يكون فيه شخصية قادرة على العطاء في هذا المجال وتقدر نيتعلي صوتها وتقول انا ممكن اعرف اعمل حاجة هتقدر تظهر بس السينما محتاجة عشرة زيه عشرة يبقى مشكلة افراد بالاضافة الى مشكلة مؤسسات يعني هي وجود الدولة في خدمة السينما مش مجرد يعني لا عايزينها تنتج ولا عايزينها تتدخل انما تقدر تدعم الفيلم المصري بنفس الطريقة اللي بتعملها فرنسا يعني لما نشوف مركز السينما في فرنسا بيعمل ايه؟ بيدعم الفيلم الجيد بيدي سلفة لهذا الفيلم ترد من الارادات اذا الارادات لم خسر الفيلم مسؤولة عن دعم السينما هو دكتور رمسيس يعني استاذ خالد من شوية قال ان هي القصة موقفتش عند وزارة الثقافة خلاص وزارة الثقافة تقريبا نفضت ايدها من الموضوع ما هذا جلط او يعني سواء بقرادتها او مش بقرادتها جلط اساسا لان السينما ثقافة يعني السينما ايه؟ هي المسألة لا تشتقول انها تجارة المسألة مسألة يا دكتور والاستاذ اسماء والاستاذ خالد ومعنا ضيوف كبار كمان المسألة فقا المسألة افراد ولا مؤسسات ولا يعني مشاكل داخل العمل نفسه يعني مثلا الاستاذ عاطب شاي مثلا معنا هل المشكلة مشكلة ورق ولا يعني يعني انا نتصور الموارج ان انا ما كنش متشائم يعني انه يعني هي ازمة مجتمع السينما كاحد الفنون تعكس مجتمع هذا المجتمع انا شايف ان مجتمع يرتد الى الخلف وهو مجتمع سيطرت عليه قوى ظلمية وهو مجتمع اصبح سلفيا حتى انه اصبحت هناك ازمة متلقي ليست ازمة الفنان المبدعي عند استاذ خالد يوسف وبعض السينمايين الكبار لا يمثلوا في النهاية طيار رغم يعني انهم يحفروا ويسيروا في طريق صعب يعني فيظلوا افرادا يحققوا ابداعا انما لم تعد هناك طيارات يعني انا اتذكر ان كان فيه مثلا طيار اسمه السينما الجديدة في مصر اعتقد بعد نكسة سبعة وستين وكان فيه تجمع لناس وطنيين يريدوا ان يصنعوا سينما تناقش مشاكل المجتمع المصري اصبح المتلقي جزءا منها المتلقي هو فسد زوقه واصبحت المشكلة ليست مشكلة المبدع فقط ولكنها مشكلة مجتمع باكمله يرتد الى الخلف نحن نعيش زمن ردة حضارية مرعبة سيطرت عليه مجموعة من يعني ايه ليست السينما فقط وانما مجموعة الفنون والثقافة بشكل عام في مصر تسيطر عليها مجموعة من الوسايات اصبحت الرقابة تمثل وصاية اصبحت الكنيسة تمثل وصاية اصبح الازهر يمثل وصاية تعددت مصادر الوسايات فاصبح جوا خانقا للفن والابداع والسينما يعني الاستاذ عاطف بشيء وسع المسألة الاقصى درجة كلام مصبوط جدا يعني المسألة بقيت مش بس في المؤلاء المؤسسة ولا الفرد ولا الانتاج ولا 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 المسألة بقيت مسألة ازمة مجتمع يعني قد ايه بتتطفق وقد ايه بتختلف يا استاذ خالد حول هذه الرؤية وخلي بالك ان كان فيه ملمح مهم جدا من ملاحة كلام استاذ عاطف دلوقتي وهو المتلقي نفسه اللي ربما من وجهة نظره تكون زائقته قد فسدت بالفعل هو عموما انا متضامن تماما مع كلام الاستاذ عاطف وهو فيه ردك على كلام حضرتك السؤال الاولان اللي انا ما جاوبتوش هي الفكرة في المناخ العام يعني لما كان فيه في الستينات حلم قومي جامع هي ان كان الحلم ده كسر بعد كده طلع مزيف ما طلعش مزيف مش قضيتي قضية ان كان فيه امة بتحلم ناس عايزة توصل السماء وتخربشها يعني فكان فيه نهضة في الاداب في الفنون في السينما فدي المناخ العام نفسه كان بيفرز احسن ما فيه كان بيفرز انا مكرسوم عبدالوهاب عبدالحليم كانوا على السطح لما يبقى المناخ العام اللي احنا فيه ده مناخ متردي ومناخ فيه روح هزيمة ترجمة نانسي قنقر